ترتبط مملكة البحرين والمملكة المتحدة على مر تاريخهم العريق بعلاقات وطيدة طالت عدة مجالات منها المجال الرياضي تحديدا سباقي القدرة والخيل اللذان يحطيان باهتمام خاص من لدن جلالة الملك المعظم والملكة الراحلة إليزابيث الثانية وتعد مشاركة مملكة البحرين في مهرجان رويل وينتسور للفروسية شكلا من أشكال التعاون والترابط بين المملكتين الصديقتين في الحراك الرياضي لا سيما في مجال القدرة وسباق الخيل ترتبط مملكة البحرين والمملكة المتحدة بعلاقات وطيدة يشهد لها تاريخ المملكتين في عدة مجالات منها المجال الرياضي تحديدا سباقات القدرة والخيل حتى باتت تلك العلاقات انموذجا راسخا بين دول المنطقة في كيفية ترسيخ التعاون المشترك على الخارطة الرياضية بما يتوافق مع رؤية البلدين إن من أهم الجوانب التي جمعت حضرت صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والملكة الراحلة إليزابيث الثانية هو حب الخيل ولعل حضور عاهل البلاد المعظم المستمر بدعوة من قبل الملكة الراحلة إلى مهرجان رويال وينسر الدولي للفروسية الذي يعد من أكبر مهرجانات رياضة الخيل في العالم دليل واضح على قوة العلاقات الودية والتاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين وتعكس الرغبة الأكيدة في استمرار تدعم التعاون والترابط بين المملكتين على الصعود كافة كما ويعتبر سباق كأس البحرين للخيول في بريطانيا من السباقات السنوية المهمة التي تشهدها رزنامة سباقات مضمار نيو ماركت العريق والذي يأتي ليؤكد أمق المشاركة البحرينية البريطانية في مجال الفروسية وسباق الخيل وحضورها في مختلف المحافل الدولية وتعزيزا لهذا التعاون الرياضي الذي تشهده سباقات القدرة والخيل حرصت مملكة البحرين على تفعيل مشاركتها في مختلف السباقات والمهرجانات البريطانية التي تعنى بالخيل والقدرة وتبادل الزيارات بين الأندية في كل البلدين والتي تصب جميعها في تطوير العلاقات البحرينية البريطانية على الصعيد الرياضي ترجمة نانسي قنقر